أعلننا أن الهدف من هذه الاستراتيجية أن تكون السعودية والرياض تحديداً مركز عالمي القطاع للعاب والرياضات الأكترونية اليوم نحن بمؤتمر الرياضة العالمية الجديدة اليوم عم نناقش التحديات والفرص في هذا القطاع ما أهمية أن تستضيف الرياض هذا النوع من المؤتمرات؟ أول شيء شكر موجودكم معنا اليوم شرف لي أن يكون متواجد معكم نحن أعلننا قبل سنتين في السعودية وأعلنها سمو سيدي ولي العهد المن محمد استراتيجية وطنية للرياضات الأكترونية والألعاب وفي هذه الاستراتيجية هدفنا أعلننا أن الهدف من هذه الاستراتيجية أن تكون السعودية والرياض تحديداً وقدية مستقبلاً مركز عالمي القطاع للعاب والرياضات الأكترونية فإنه نستضيف بطولة مثل بطولة كاس العالم اللي صار معنا أكثر من 1500 لعب ونادي من أفضل النوادي واللعيبة من حول العالم ومؤتمر زي كذا اللي فيها أكثر من 200 مساهم سي اي او وأكثر من هالقطاع هذا يدل الهدف حقنا ترمه ببعيد أنه حنا منطقة ومكان الناس لازم تأخذها بجدية أنه حنا داخلين بجدية بهالقطاع وهذا استثمار ما هو بس في قطاع عالمي ولكن في شبابنا وشاباتنا في السعودية أسسنا الآن مسار مهني موجود في السعودية في هالقطاع موجود الآن وقاعدين يساهمون فيها شبابنا وشاباتنا هذا شيء فخر لنا تحدثت سموك في الجلسة الحوارية عن الانتقال من سؤال لماذا إلى سؤال لم لا ما أهمية هذا السؤال هذا مهم جدا احنا أول ما بدينا كان كل محادثاتنا مع المساهمين في ذا القطاع ليش نجي السعودية؟ ليش نشتغل معاكم؟ ليش نسويها الآن؟ الآن تحولت هالموضوع صار كل يوم يجينا مكالمات ليش ما عندنا مكتب في السعودية؟ ليش ما عندنا بطولة معاكم؟ ليش ما احنا بحاضرين في بطولة كاس العالم؟ ليش ما احنا بحاضرين في الدوري السعودي الإلكتروني؟ ورياضات الإلكترونية اللي عندنا أبطال مو بس أي لاعب عندنا أبطال عندك مساعدة دوسري بطل كاس العالم عبد العزيز الشهري بطل كاس العالم في فيفا عندك بطولة الأوفر واش اللي فوزنا بكاس العالم السنة اللي فاتت ناجد الفهد فاز كاس العالم للجامعات في فيفا عندك فالكنز بيغا من أفضل الفرق في لعبة فالورنت بناتنا من السعودية طلعوا من الدوري الميناء وتصاروا يلعبون في أوروبا عشان من كثر ما هم أقوياء عندنا أبطال عندنا مهارات الآن في السعودية في قطاع الإلعاب تواجد المرأة تقريبا 49% وهذا يعني في حول العالم هذا تقريبا نفس الشيء ما بين 47 إلى 49% عالميا ولكن في القطاع الرياضات الإلكترونية في المحترفين في السعودية مساهمين معنا أكثر من 20% من المجتمع الرياضات الإلكترونية المحترفين بناتنا أقرب مكان لنا 12% والأفريج العالمي 5% وهذا ما هو مني أنا هذا من بناتنا اللي طلعوا وشاركوا ووروا الناس برة ووروا الناس في السعودية ووروا بناتنا الثانين إنه هذا مسار مهني موجود الآن في السعودية فريق فالكنز فييغا فريق توستيد ماينز فريق The Ultimates عندك نجد الفهد بطلة لأنه مستقبل هالقطاع بناتنا بصراحة